اليوم محافظة صلاح الدين استقبلت ابنها البار القائد العراقي زعيم أهل السنة والجماعة جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله في زيارة لأهله وناسه ومحبيه الذين جال بينهم وتفقد أحوالهم وسأل عن ظروفهم وناقش مع كبار الشخصيات العشائرية والاجتماعية ومن تصدى للعمل السياسي بمختلف الأحزاب والتكتلات السياسية ناقش معهم وضع المحافظة وهموم أهلها ومطالبتهم بالإنصاف ومطالبتهم بإنهاء ملف التهجير وعسكرة المجتمع وإعادة أهلها إلى مناطقهم التي نزحوا عنها مجبارين نتيجة الظروف التي مر بها العراق ومرت بها محافظة صلاح الدين خلال السنوات العشرين الماضية يعني خلي ركز على النقاط اللي جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله بهذه الزيارة اللي استثمرها لأن يسمع من أهله وناسه أول شيء أبو سرمد عزه الله مو بعيد عن صلاح الدين صح هو ابن الأنبار لكن هو يفتخر أيضا بأنه ابن كل العراق ويركز في مشروعه الوطني حزب السيادة اليوم كحزب وطني يسعى لخدمة الناس لا يسعى للمناصب وإنما يسعى لخدمة الناس فإن جناب الشيخ خميس الخنجر يعرف هاي الهموم لكن من يكون القائد بينهل وبين ناسه فأكيد رح يسمع أكثر ويتعرف أكثر بيطلع لصورة أبوه سرمد فالتهميش يجب أن ينتهي نقطة للسطر ماكو مجال بعد أنه واحد يقول له شلون لا 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 ينتهي التهميش لن يقبل أي عراقي أن يهمش في وطن العراق ملف عسكرة المجتمع يجب أن ينتهي لن يقبل أي مواطن عراقي ومنهم أهالي صلاح الدين الكرام ونحن صوتهم ونحن أبنائهم ونحن خدمهم في إيصال صوتهم بكل من يهمه الأمر إن معسكرة المجتمع يجب أن ينتهي هذا الملف وأن تخرج المعسكرات إلى خارج المدن والأقضية ملف آخر هو إبعاد المواطنين عن أراضيهم تحت أسباب شتى لم تعد مقنعة وطنيا ومنها أهالي العوج الكرام وأهالي مناطق أخرى يجب أن يعودوا إليها سالمين غانمين كرام أعزاء لأنها أرضهم ولأنها ديرتهم ولأنهم ناسهم ملف مثل ملف المغيبين اللي صلاح الدين بها آلاف المغيبين يجب أن ينتهي أيضا وأن يوضع له أساس قانوني وشرعي ويحترم إنسانية الإنسان ويحترم أهاليهم ومتطلباتهم ملف النزوح ملف الخدمات لم يعد يقبل أي مواطن في صلاح الدين في كل مدنها وأقضيتها من مركز المدينة في تكريت إلى سامرة إلى بلد إلى الظلوعية إلى أسعد وينما تسعد للعلم والمناطق الأخرى والأقضية الأخرى لن يقبل أنه ماكو خدمات شنو ماكو خدمات إحنا بالألفين واربع وعشرين ولهذا اليوم أهمية هذا الملتقى وهذه الزيارة إذا نرجع للقطاع الزيارة إنها مثلت لأول مرة اجتماع وطني عراقي في محافظة صلاح الدين ضم المئات من الشخصيات الوطنية السياسية والاجتماعية العسكرية والمدنية والأكاديمية الشباب والشيب الجميع التقوا اليوم في أول لقاء من نوعه منذ عشرين عاما هذا اللقاء ما شفناه من عشرين سنة حتى تكون واضحين ويأهلنا وناسنا والكلام الصريح الذي تم الحديث به بمضيف الأخ شعلال الكريم أو بمضيف الأخ جاسم الجبارة لأول مرة نسمع هذا الكلام الذي إحنا محتاجيه بصلاح الدين إذا استقرت العراق استقر صلاح الدين إذا آمنت وأهلها آمنوا على أنفسهم فيها العراق كله آمن ومستقر بإذن الله تعالى فلهذا بهذا الحضور الكريم بهذه الشخصيات أكثر يعني مئات الشخصيات التي كانت حاضرة من كل مدن وأقضيت محافظة صلاح الدين جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله زعم أهل السنة والجماعة ألقى خطابا وطنيا مهما أكد فيه ذات الثوابت التي يؤكد عليها دائما والتي اجتمع المجتمعون عليها ومنها ما يتعلق بحقوق المحافظة وهلها التي تصدت للإرهاب التي تصدت من قبلها إحنا كل مشاكلنا نشوف خيكون واضحين إحنا العراق ترى عوفك أكون نظام سياسي وقوة ممكن معارضة وإجت تحكم بعدين المعارضة لكن هذا بالمفهوم البسيط بالمفهوم العميق أنت صار عليك احتلال ظالم بالألفين وثلاثة دمر المجتمع موشا النظام دمر مجتمع دمر كل مؤسسات الدولة خلاك الآن ترجع أنت متعرف نفسك وين كأنه العراق الآن رجع مئة سنة لي وراء ولهذا يحتاج أن يبني نفس العراق وضايع بهذه الاستهدافات إحنا علينا استهدافات إقليمية ودولية كبيرة وحكومة الآن تسعى إلى لملمة ما فات منها خلال عشرين سنة الأخ محمد الشاع السوداني سيد رئيس مجلس الوزراء يحاول أن يصلح ما دمر إجا استلمة مدمرة ما استلم شي واضح ما استلم بلد مستقر ما استلم اقتصاد مستقر ما استلم خدمات مستقرة فلا تحتب علي إذا يبني لك مجسر أو يفتتح لك شارع أو يروح يفتتح مستشفى ممكن واحد يقول لا شغلة يا أخوي واستلمها مدمر ما سألت مسؤول أن يصير كأنه محافظ وكأنه أمين بغداد وكأنه أبو الخدمات هذا المحتاجين يعني شي يسوي هذا شعبة وهذا واقعة فجناب الشيخ خميس الخانجة زعم أهل السنة والجماعة بالحاضرين بمآتي هذه الشخصيات توجهة بخطاب وطني برؤية وطنية أمام الحاضرين وأكد على هذه الاستحقاقات كما تم التأكيد من الحاضرين على التمسك بالاستحقاق فيما يخص انتخاب رئيس مجلس نواب جديد وهذه صارة طويلة خلاص يفترض الاجتماع المقبل إن شاء الله لرح يحضر أيضا فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني لتلاف دارة الدولة أن ينهى هذا الملف هذا الملف ينهى يجب اختيار رئيس جديد لمجلس النواب حتى نمضي إلى الأمام ما نبقى واكفين بنفس المكان والراوح بمكاننا لا نمضي إلى الأمام لبناء شعبنا كمجتمع كوطن بكل مؤسساته